اشتركوا في القناة و احوال و احاسيس الناس كلام كتير في الحق و الباطل عن الفرح و في احزان عن النجاح و عن اليأس و في امل للناس تعالوا بقى نتكلم بصراحة عن موضوعنا النهاردة وهو اجبار الزوج لزوجته لرفع دعوة خلع و هيكون المبين مؤيد و معارض اوقات كتير كل قانون بيكون فيه صغرات تبقى ليها جزء من الضرر للشخص المضرور مش انصف ليه وللأسف بيستغل لها الزوج و ده اللي هنتكلم فيه النهاردة مع ضيوفنا اللي نورونا الدكتورة ولاء شبانة اهلا بيك يا دكتور اهلا بحضرتك اخصائية الصحة نفسية و سيكولوجية علم النفس اهلا بيك يا دكتور استشارة الصحة نفسية و العلوم السلوكية رحب بالاستاذ سمير اهلا بيك اهلا بيك و اهلا بسادة مشاهدين و انا سعد جدا انفقنات هي نورتنا النهاردة استاذ سمير بصراحة استاذ سمير بالمناسبة دي بس في حيطة تحية كده لليلي قناة ممكن اقولها اتفضل كلمة هي كلمة من حرفين لكن تشمل حاجات كتير تضحك هي تبكي هي هي تحب تشك تغير اختك هي امك هي زوجتك هي بقلب كبير تغضب هي تهجر هي تكلها هي سجين و اسير تعشق هي تكلك هي وارده يزيدها جمال و عبير شكرا استاذ سمير هي المقادمة الجميلة دي لبرنامجنا عشان حضرتك اول يوم بقى معنا و تحية للبرنامج من حضرتك اهلا بيك و منورتون اهلا بيك نبدأ هو عنوان حلقتنا عن الخلع ما بين مؤيد ومعارض هنتناقش بقى مع حضراتكم كده و نشوف مين مؤيد ومين معارض يا ترى بقى هو الموضوع بتاعنا هيكون عن اجبار الزوج لزوجته على الخلع عايز اشوف بقى ايه هو الخلع من حضراتكم ده ايه هو الخلع وامتا الستة بتلجأ للخلع ابدأ انا انا مع الخلع في حالة ان يوصل الزوج فيها لتأثير معين في حياته زوجية بشيء من الغطرصة والكبرياء والغرور استحالة معها العشرة او انها فيه اصلاح بينهم يعني فانا مع الحتة دي انها تبقى فعلا ان المرأة من حقها انها تخلع زوجها يا ترى يا دكتور حضرتك وجهة نظرك زي الاساس سامير ولا ليك يا ترى اهي الفكرة مش وجهة نظر قد ما هي طالما ربنا سبحانه وتعالى شرع علينا حاجة او دلنا بيها رخصة يبقى اكيد الاجازة او الرخصة دي ليها يعني يا رولز معينة نقدر ان احنا نتبعها وطالما هي حاجة شرعية محدش يقدر يختلف عليها ايا كان لان هو في ناس كتير للأسف مفتقدة لفكرة ان لما يكون القانون اي الحاجة فدمن القانون من نفسه لا على فكرة القانون لا يمكن يستند لحاجة في قانون الاحوال المدنية تحديدا الا اذا كانت مشرعة من الدين فاذا كنا بنستغل هذه الرخصة صح يبقى واي نط ايه المشكلة يعني طالما الموضوع وصل الى استحالة العشرة بينهما طب ويا ترى بقى لما نتناقش كده من حضراتكم نشوف ايه الحالات اللي ممكن توصل الست انها ترفع دعوة خلق ممكن الحالات اللي بيوصل مثلا بليها لدرجة دي ان الزوج هو ممكن يكون له مثلا علاقات برة ما اهمالها مش عن طريق شغله عن طريق نزواته ممكن بمخدرات يعني يكون بيتعطم بس مخدرات برضو المستحيل علاجها يعني ممكن لو هو زوج لسه في بداية الطريق ويتقدر كانتقب جنبه ممكن يتقب جنبه لكن لو استحالة فعلا حالته وصلت لدرجة انه ما يتطقش انه اذا يتعاش معاه ما ينفعش يبقى زوج ساوي يعني بالنسبالي برضو في بعض الثقافات اللي مفتقدة لفكرة الحكمة من التشريع ايه ناس كتير بتتخيل انه ممكن يعني وهيستغربوا كلامي لما اقول ان الخلع مش شرط انه هو يكون لكراها التصرف معين طبيعي انه ممكن يكون لتصرف معين زي مثلا ان هو بيشرب مخدرات ان هو بيسيق معاملته ان هو بيهنها بشكل او باخر او ان هو بيتخلى عن مسئولياته المادية والمعنوية تجاه البيت كل دي اسباب ولكن لك انت تخيالي ان التشريع الاسلامي اصلا لم يذكر في هذه القصة اي كراها تجاه الزوج المخلوع في الوقت قد يكون الزوجة استخدارة العشرة ما بينهم خلاص وقد تكون كارها وهو كامل مكمل ما برضو ناخد بلنا من دي عشان الناس ما تاخدهاش بشكل كرامة وفكرة الحلقة بتاعتنا ان احنا بنقش مش الخلعة بشكل عام احنا بنقش ان ازاي اصلا الزوج يجبر زوجته انه بدل ما يطلقها طلق رسمي يجبرها على الخلعة علشان تتنازل عن حقها وهو يعيش حياته والله يعيب عليه الحقيقة يعني كل اللي قدر اقوله ان ما ينفعش ان هو يبقى اسمه راجل اصلا ويجبر زوجته ان هي تلجأ الى هذا المستوى من التدني للتحيل على القانون عشان تتنازل عن مستحقتها بشكل او باخر لا الحقيقة دي فكرة سيئة جدا وعايز اقوله عيب يعني هو كون ان انت وصلت المرحلة ان انت خلاص عرفت ان زوجتك مش هينفع تكمل معاك وان هي هتعمل لك خلع بشكل او باخر فلا انت لازم تعرف ان هو مفيش زوج حيقدر يكبر زوجته على انها تخلعه او يرضى على نفسه الاهانة بانه يتخلع فيه ازواجي او ساس انهم مش فارق معاك بمقابل انها انها بس تتنزل عن كل حاجة وما يخسرش حاجة اخلعيني مش فارق معاك الانها دي بقى اللي بدخل فيها الكبرياء والغرور والغطرسة بتاعت الزوج اللي هو مش عايز تسيب زوجته انها تتهنب حياته عشان ما يتخدش نافقة عبارة تعبيل صحة هو الزوج مش الراجل لانها تفرق كتير يعنيش الراجل لا يمكن يقبل على نفسها لكن لا فيه الجالة ممكن تقبل على نفسها ما ينفعش يبقى راجل لا انهم ما يخسرش كتير وما يدوش نافقة واحنا برضو احنا عايزين نعرف المشاهدين ايه الحقوق اللي السلطة ممكن تخسرها لما بترفع دعوة كلها هو الموضوع بيختلف الحقيقة برضو كثقافات عندي ناس كتير جدا زي ما كنا عاديين في الستوديو وبنتكلم هي الحديث اساسا ذكر فيه ان ارد اليه حديقته وحديقته لفظا وقولا لغويا ساعتها كان المقصود بالمهر طبعا احنا بما ان اصلا ما عندناش مبدأ المهر دلوقتي فبالتالي هي ما بتخسرش حاجة غير الحقوق اللي هي بتاعت النفقة والمتعة والحاجات دي كلها لكن لا الاي ما بتخسرها ولا المستحقات اللي هي الخاصة بيها ولا الاي ما كمان بتخسرها ولا اي حالة يا اساس سامير عايزين لما المشاكل بتدب في البيت بحيث انها ممكن تتحل فممكن حكم من اهله وحكم من اهلها ان يريد اصلاحا يعني يحاول يوفق به لا هو ممكن هو الطبيعي اللي بيدخل بيفرق مبقاش في حلول ما بوصلوش لحلول هو الحل دلوقتي الكلام اللي بنركز عليه انهما دلوقتي في خلافات وفي مشاكل هي مش قادرة تتحملها خايفة من من حتة الطلاق فبتحاول ان هي تعيش عشان خطر العشرة وعشان شكلها الاجتماعية قدام الناس فللأسف ما بتعرفش بتحاول ان هي تلجع للطلاق الرسمي ما بتعرفش توصل للنقطة دي طيب ما هو الزوج في الحالة دي ما هو بيبقى جاي قوي على السيد خاصة ان هي بتبقى الجناح الضعيف ان هي بتبقى في لحظة ضعف وانكسار الزوج بقى في الحالة دي بقى بيتغطرس او بيتكبر ان انا اطلائك وان انا سفد من وراك اي حاجة بقى ان انا بدي انت عايزة تطلائك خلاص بحاجتك ربما يكون مثلا ان الزوج ليه علاقات اخرى وعاوز يخلص من الزوجة علشان يستفيد بحاجتها ويكون في الاخر مخسرش حاجة انا عشان كده بنقول لفظا وقولا واحدا تفرق كتير كلمة الراجل من الزوج لان مش كل زوج راكل الحقيقة راجل يعني لازم يتمتع بصفة الكرامة بصفة المسئولية بصفة ان هو بيعول اسرته فعلا انسانيا وعاطفيا وماديا بشكل صحيح فليس كل زوج راجل هو يطرع في بنود العقد الزواج فيه بند من بنود العقد بيقول ان الست في حالة الانفصال ممكن يضمن حققها لا العقد الزواج ما بيبقاش فيه البند ده ولو فيه كل عقد ديواز فيه البند ده الست ممكن تشتغل عليه مظبوط انه بقى ايه ممكن تتلاكك للزوج باي حاجة علشان خطر ما فيه مكتوب في العقد لكن العقد ده اصلا بيبقى مبني على النية السليمة ان هو حياتهم هتبقى كويسة مع بعض وما يبقاش فيه اي خلافات بعد كده لكن لو هو بقى الجواز جواز صالونات وممكن يحبوا بعض بعد الجواز او ما يحبوش ممكن البند ده ممكن يحط في القيمة ان احنا نحفظ للست حقعة في حالة الانفصال عن طريق القيمة ممكن في القيمة وممكن بعقد الزواج الرسمي نفسه فيه بند خاص بالاشتراطات ايا كانت هذه الاشتراطات ويحق لي ان هي تحط كل حاجة هي عايزة تشتريطها وهو برضو نفس الكلام لكن الفكرة ان احنا دايما احنا بنطل بالفستان الابيض بس وده بديب الحمرة ومنسى تماما فكرة انه وارد جدا ان احنا كمان قدمين ان احنا نختلف على اي شيء من الاشياء ففكرة الضمانات الحقوقية اللي ممكن الزوجة او الزوج يحطوها البعض عشان كراهة ان يحصل اي موقف بعد كده احنا بنخدش بالنا معها لكن هي موجودة اه موجودة يعني القانون في صف الزوجة ولا الزوجة القانون في صف الاتنين ولكن باستخدام هذا القانون بشكل صحيح يعني بيضمن للزوج حقوقه وبيضمن للزوجة حقوقها ولكن فكرة ان احنا يعني ما هو ده اللي انا عايز اقوله من الاول ان هي فكرة ان احنا نصل الى مرحلة الخلع مش شرط يا جماعة برضو ان هو يكون عيب في الراجل على فكرة ممكن يكون كراهة معيشة استحالة معيشة ممكن يكون الاتنين كويسين عادي ممكن يكون صح ان استحالة العشرة بينهم بحيث ان الزوجة لها افكار معينة مش مطابقة مع افكار الزوج يعني حضرت انا في صف الزوجة ولا في صف الزوج بقى لا انا في صف الزوجة في الخلع لأسباب معينة مش كل الأسباب ان هو فعلا استحالة العشرة بينها وبين زوجها ففي الحالات دي انا معها مع الزوجة اه مع الزوجة طبعا والله بشكل او باخر برضو يعني لازم نكون حياديين لان مش كل الزوجات منصفات للحق ومش كلهم برضو يعني مش كل الستات وحشين ومش كل الستات حلوين والعكس برضو صحيح لا هي الزوجة برضو لما تلاقي زوجها لا يصلح ان هي تكمل معك والعشرة بقت مستحيلة ده اكيد معنا عشان كده بقول اللي احنا عارفين ان فكرة التشريع جات لي اللي بتجبر زوجتها على القرار ده ان هي بتبقى في لحظة كوة وضعف وانتصار مش عارفة ده تصرف غير إنساني وتصرف غير لائق آدميا وخاصة بقى لو كمان فيه أطفال بعد كده فانت ازاي انت شايف نفسك راجل بعد كده وانت قدام الناس مخنوع او بتدخل عن مسؤولياتك يا ترى عايزين نعرف معاكم الاطفال بيتضروا من قانون الخلع ده اكتر حد بيتضرر هموا الاطفال لا انا عايزة اعرف نقطة معينة خاصة بالقانون هل ست لما بتخلع نفسها الابناء حقول الابناء بتضيع ولا قانون الخلع بيحفظ القانون الخلع ده الاختياراتها هي فقط ولكن حقوق الطفل ما لاش اي علاقة خالص بالقانون لا بس بيأثر على معنوياته فيما بعد طبعا يعرف ان ابوه مخلوع من والدته يعني ما كانش حتى حكاة العشرة مستحيلة بينهم من بعض لا ده ابوه مخلوع من أمه فده بيأثر على نفسية الطفل فيما بعد بيأثر على تكوينه بيأثر على مستقبله اكيد طبعا بشكرك جدا أستاذ سمير الأستاذ سمير عضو رابطة الكتاب الأغاني بشكر حضرتك جدا الدكتورة ولاء شبانة استشارة الصحة النفسية والعلوم السلوكية مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة وهنطلع فاصل وهنرجع لكم تاني ونسا نسمير معكم بعض الفاصل عن الخلع وعرفنا من ضيوفي في فقرتنا الأولى معنى الخلع وليه السبت بتلجأ للخلع وإيه هي البنود الشرعية للخلع وكمان عرفنا أن الزوجة لما بتاخد قرار الخلع بتكون في وقت ضعف وانكسار ولسا فيه تفاصيل كتيرة لازم نعرفها من ضيف فقرتي التانية ونضم معايا في استوديو هي والناس المستشار هيسا ميد المحامي بالنقد أهلا بك أهلا بك أستاذ هيسا مناورنا النهاردة أستاذ هيسم باللوقتي مبدئيا عرفنا أن الزوجة لما بتكون في لحظة ضعف وانكسار بتبقى محتاجة يكون لها سند وفي التوقيت ده مش هنلاقي لها سند أكتر من القانون اللي هيديها كل حقوقها عايزيننا يا رب بقى في التوقيت ده الزوجة بتاخد إيه والزوج بيخسر إيه أو كل واحد الحقوق بتتوزع إزاي طبعا فيه فرق بين الطلاق والخلعة في حضرتك اتكلمت على موضوع الخلعة موضوع الخلعة والزوجة مجبرة على قرار الخلعة وبقى قرار صعب جدا بس ممكن عشان هي ما تقدرش تثبت الضرر بتاع الطلاق عشان المحكمة تحكملها بالطلاق فبتلجأ مضطرة إلى دعوة الخلعة ودعوة الخلعة عموما هي طلاق على مال مش طلاق للضرر في الخلعة ده بتخسر الزوجة الأيمة؟ لا الأيمة منهاش علاقة لأن الزوجة بتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية وهي نافئة الزوجية مؤخر الصداء نافئة العدة نافئة المتعة الأربح حاجات دول فقط لغير الأيمة ده بتبقى دين في حق الزوج بتم طلبه ورده عند طلب الزوجة ليه؟ يعتبر دين لأن طبعا الزوج لما بيستلم الآي بياخدها على سبيل الأمان بترد عند طلبه فملهاش علاقة بحقوقها الشرعية المالية التنازل عن الخلع بالنسبة للموضوع الخلع التنازل بيكون على الحقوق المالية فقط وهي النفق والعدة والمتعة والمؤخر بتتنازل عن الأربح حاجات دول وبعد كده ده مقابل الخلع لأن الخلع هو طلاق على ما تنازلت تخالعت ده بالنسبة لحقوق أما طبعا الزوج هو بيستفاد من الخلع عشان الأربح حاجات دول ما بيتفحهمش الزوج فده الاستفادة اللي بتبقى للزوج من دول طبعا احنا عايزين نعرف وقابل الحكم بالخلع بتتنازل عن الحاجات دي ففي فرق ما بين الخلع والطلاق الطلاق يجوز استقنافه والطعن عليه طب الخلع لا يجوز استقنافه أو الطعن عليه بمعنى أن الخلع هو حكم نهائي من تاريخ صدوره طيب معالي المستشار فيه سؤال مهم جدا جدا يا طرى بعد ما يتنفذ الخلع للزوجة اللي بيأثر على حقوق الأبناء اطلاقا بالمرة ما فيش الكلام ما فيش أي تأثير على حقوق الأبناء بالنسبة لدعوة الخلع قانونا كل حقوق الأبناء بيتتقاضى كما هي ما فيش الكلام طب هل ينفع بعد ما الزوجة تاخد قرار الخلع ينفع ترجع لزوجها تاني طيب السؤال ده مهم جدا الخلع هو طلقة بائنة والطلقة البائنة هي طلقة بينونا صغرى يجوز الرجوع مرة أخرى بشرط أن يكون هناك مهر جديد وعقد جديد ده بالنسبة لو كان الخلع طلقة واحدة بائنة بينونا صغرى طب إذا سبق لحكم الخلع طلق طيب وأصبح أن الطلق بالسلاس في الحالة دي لا يجوز الرجوع إلا أن تزوجت بشخص غير محلق يعني الأمر ده القانون والشرع يعني قفت فيه وقضية فيه الأمر عشان بس الناس ما تخلطش بالتنين لو الخلع سبقوا طلقتين كده بائنة طلقة صدر بالسلاس فباعتبر طلقة بينونا كوبرة هو ممكن تحصل تعديلات في القانون يدي الست الحق أنها ما تخسرش كل اللي بتخسره ده في أثناء الخلع طيب دلوقتي طبعا القانون بيستمد أحكامه من الشرع والشرع حل الخلع لأن الخلع طلق على ما في المقولة اللي تقلت قبل كده اللي هو مفيد ردة عليها حضرتك ما هي الست في حالة الخلع ده هي مجبرة على ذلك ما احنا مش بنتكلم إنه هي مختارة الخلع بمزاجها لو في ضرر عند الزوجة تقدر إنها تثبتو هو ده طلق للضرر تتكلم على طلق الضرر طلق للوقتي دلوقتي ميكلم على الخلع اللي هي لما الزوجة أصلا بتبقى عايزة تعيش بس مش عارفة تعيش مع الشخصية دي اللي هو الإكبار إنها مجبرة على الخلع ده أصدح حضرتك لأ أنا بقولها لك إزاي اللي هي دلوقتي في مشكلة بينها بنجوس أو مش قادرة تعيش خلاص ما عادتش قادرة تستحق هي بتلجأ للخلع إليه عشان مش قادرة تثبت الضرر طب إنت لو قادرت تثبت الضرر بينك وبين زوجك هتتطلقي مش هتتخلعها من غير ما تثبت الضرر وليكن مثلا هي عايشة مع زوج بيطعطى مخدرات على علاقة بطرف تاني شخصيته مش مناسبة لها فهي مش عارفة مش عارفة إنها تعيش معاه من حقها في الحالات دي لإن ده سوق سيرو ده اسمه طلق للضرر يعني في الحالة دي إن هي العلا طلق للضرر في ضرر طب هو ليه جزء بقى ما يطلقهاش ويكبرها إنها تخلع عشان ما تخدش حققها هو مش عايش يطلق هو ولا هيطلقها ربما إحنا معنى كده إن الزوج اللي بالطريقة دي لا يصلح أصلا هو يكون زوج كانت غلطة إن هي خدتها من الأول تقضيح ولازم يكون في قانون برضو عقاب على الزوج اللي يكبر زوجته على كده إن هو مش هيجاوزها النهاردة ويجي بكرة علشان هي تخسر حقها يعمل أي حاجة علشان هي تطلع كده ما أنا عايزين نفرع من حاجتين إن الضرر دلوقت الواقع على الزوج في ضرر واقع يعني أمثلة في اللحاتك قلتين بتعطى مخدرات بيضرب الحاجات ده كلية ده مضرر ما هو ده كده أصلا هي لو عاشت معاهة بالعيشة مستحيلة الدرر ده مش هي ممكن تثبته ممكن تثبته طب ما هي لما تثبته المحكمة طب ما المحكمة تطلقها مش هتخلعها يعني هتاخد حقها طبع يعني لو هي قالت لعلة بتاعت الطلاق دي هتاخد حقها وفي الحالة دي مش هتلجأ للخلة لا 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 إحنا بنلجأ للخلة في حالة واحدة إيه بقى الحالة بمينت ما انتش قادرة تثبت الضرر اللي واقع عليك فبطرع من الخلة مش عارف هتخدت أنا ضغط عليك نفسي ممكن برضو الزوج يجيب محامي شاطر ويلغي العيلة دي ويكسب القضية وهي ما تاخدش حقها أصلا هي كده كده في حقها هتاخد نحنا قلنا في طلاقة للضرر أنا هتخدت أنه ما فيش ضرر إزاي الزوج بيتعطى مخدرات وأنا أثبت الكلام أنت هتثبت عكس الكلام ده إزاي وغير كده لنتبينة على مان الدعفة بيبقى عبق الإثبات ووقع على الزوجة مش هالزوجة هو بينفي اللي هو بينفي العيلة بتاعة الضرر اللي هي رفعتها ودلوقتي اللي هي فيه إنه هو الحل إنها عايزها تخلع فبينفي بقى الأسباب بيقول إن هي مثلا يقول على سلوكيات مش كويسة يقول أي حاجة كويسة يجبرها إنها تخلع أولا الخلع عموما هو قرار صعب جدا قبل ما يكون على الزوج هو قرار صعب على الزوج فهاي ما بتاخدش قرار الخلع بسهولة لإن الخلع حاجة كبيرة مش حالو صغيرة النهاردة الزوجة المخلوعة والزوج المخلوع وإحنا في مجتمع شارئي في نظرة مش اللي هي فيه راجل يقول عادي اللي يقول يقوله اللي يكلم يكلم أهم حاجة إنها متاخدش حاجة ما هو فيه ناس مش فرقة معها وفيه ناس مش فرقة معها أنا هذا مش هتاخد حاجة في نفقات واحدة متطلقة أو لو في طلق أو لو في خلق ممكن تقولك أنا أصلا نفقات اللي أنا باخدها منك هي مش فرق معاي ما هو مش عاوز يديها بقى نفع أو لاوز يدخل طب لو في ولاد بقى حقول الولاد زي ما هي هياخدوا حقوق كده ما فيش أي مشكلة أطلق لأن ولاد نفقت الابن واجبة على الأبي ونفقت البنت واجبة على الأبي ده الكلام فيه منتهي أمره ففي الحالة دي إنت حقق عليك عليك هتدفعها هتدفعها ممكن مثلا في حالة لما الزوج يلاقي الست في لحظة ضعف ممكن يحصل ليه ولو لو أهلن هو يفوق علشان خطر أبنائه وما يحصل ما يوصلوش لمرحلة الخلعة دي فيبقى في صف الزوجة لو هو وقف بقى في صف الزوجة ممكن تتراجع عن قرارها وما يحصلش الخطوة دي إحنا مشكلتنا إن إحنا بنفوق بعد فوات الأواء يعني هو ممكن نفوق بعد حكم الخلعة ما ينزل وخلاص بكل واحد راح لحاله وممكن مش هنرجع على بعض تاني هو هيفوق في الحالة دي أو ممكن نفوق في التوقيت دي أما نفوق ساعتها هو أصلا لو كان فيق من الأول ما كانتش الزوجة وصلت للقرار دي بس برضو النهاردة القانون بيديله فرصة وبيديك فرصة لعملية التوفيق وبيديك وقت وبخليك تعرض الصلح وكل اللي بيدخلوا علشان الصلح بيفرقوا ما بينهم في الآخر ده طبيعي بس النهاردة في القانون هو ما بيدخلش حد هو اللي بيدخل بيدي مجال بيدي وقت بخليك تاخد نفسك شوية فيه هدوء فيه خبر استشاري فيه خبر نفسي فيه حد من الأظهر بيجيبكم بيحاول يوفق ما بينكم الخلع ده ممكن يؤثر على نفسية الأبناء يعني أنا ممكن مثلا واحد يبقى مكسوف من زميله أنه هو يقول ده ممتك خلعة باباك أنا يعني أعتقد أنه مش ممكن ده ده أكيد ده أكيد أنا حتى الأبناء في سن دراسة وسن المدرسة من الصغير هو برضو يبصره نظرة أن ممته خلعة باباك أنه هو ابن السيد المخلوق لو هما من الأول عملوا اعتبار للأبناء ما كانوش وصلوا لمرحلة دي لو حطينوا ولادنا قدامنا مش هنوصل لكده عشان ما فيش عايل أو ولد أو بنت أنه هو يتقلوا الكلام ده ويسمع الكلام ده أو يشوف الكلام ده ويقوله خصوصاً زميله كلهم ما عندهمش الحاجة دي أستاذ هيسم قبل ما اختم فكرتي مع حضرتك حابة أخذ نصيحة كده للمشاهدين وخاصة الأزواج اللي بالطريقة دي من الناحية القانونية الأزواج ولا الزوجات هو الزوجات الجنح طايم زي ما قلنا هي مجبرة على كده الزوج هو اللي وصلها لكده يعني هو لو ما وصلهاش لكده هي مش تاخد قرار لخلها فيش واحدة بتبقى لا يا نفسها عايشة كويس وهتختار أنها تتطلق أو يخلعها لازم نرجع تاني للقيم والمبادئ والأخلاق والشريعة والدين ونعرف إحنا بنعامل زوجاتنا إزاي؟ لو عاملنا زوجاتنا بميرض الله هي مش تزعل مني وهي لازم تكون عندها يعني عندها ثقافة معينة وثقافة الشريعة والدين وإن أنت أصلا إيه حقوقك؟ وإيه واجباتك؟ والكلام ده اللي وإحنا عرفناه؟ ويرجعوا للنقطة اللي اتفقوا عليها قبل الزواج علشان الحياة ما بينهم ما تبقاش مستحيلة لأن لو كل واحد فكر ورجع للحاجة اللي اتفع عليها وقرارات الأخير سدقيني لو في تفاهم مش هيبقى في أي مشكلة إطلاق ما هو؟ لو في تفاهم أصلا ما كانوش وصل لمحورة الخلق لو حطنا ولادنا والدام عينينا مش هيبقى في مشاكل أنا عايز أدور على مستقبل ابن وحدك عايز أدور على مستقبل ابنك أو بنتك فأنا عايزين نشوف مستقبل والدفون فأنا في ساعتها مش هبقى فاضي أن أنا أتنى أعمل مشاكل والند بالند بينه وبين مراتك سيد عايز أم أنا بشكر حضرتك المهاردة ما ورتيني في برنامجنا في نهاية حلقتنا بشكر المستشار عايز أم عيد المحيني بالنقط وقبل ما نختم موضوعنا حابة أوجه كلامي لكل زوج من الشهامة أنه حتى لما تكون الزوجة في اللحظة دي ويتم الخلق أنه أنت أكتر واحد طاقة في جنبها وتكون معاها ما تجيش على حقوقها وما تفتكرش أن لو أنت كنت تتعامل معاها من الأول بالشكل ده كانت هي هتوصل للنقطة دي وأنها تاخد القرار ده اللي فيه ضرر للأسرة بما فيهم أنت ويا رب تكون الرسالة وصلت أشكركم ضمتم في أمان الله وعلى أن ألتقي بكم في الحلقات قادمة كانت معكم إلهام مصر ترجمة نانسي قنقر